مليون وستمائة ألف شخص معظمهم في الدول الفقيرة يصابون يوميا بأمراض تراوح بين الإسهال وأمراض السرطان بسبب تناول طعام ملوث بالبكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو المواد الكيميائية في اليوم العالمي لسلامة الغداء الذي انطلق عام 2019 يبقى الارتباط وثيقا بين ندرة الغداء لدى الشعوب الفقيرة وجودته هناك رابط وثيق بين القدرة على الحصول على غذاء كافا وذي جودة وسلامة الغذاء فإذا لم يكن لديك شيء لتأكله فستأكل أي شيء وهنا تكمن كل المخاطر اليوم يعاني 258 مليون شخص من سوء تغذية حاد 35 مليون منهم تفصل بينهم وبين المجاعة خطوة واحدة فقط وهناك الملايون من البشر يجهدون يوميا ويبيعون القليل الذي يملكونه للحصول على بعض الفتات تلوث مياه الري يعتبر واحدا من الأسباب الرئيسية التي تهدد سلامة الغذاء في الدول الفقيرة المرض الأكثر انتشارا الناتج عن تلوث الغذاء هو الإسهال وهنا نتحدث خصوصا عن اثنين من البكتيريا السلمونيلا والعطيفة التي تصيب الأطفال بشكل أساسي هذه الحالات منتشرة بشكل كثيف في الدول الفقيرة والتي لا تملك أنظمة صحية متطورة هناك أسباب أخرى لتلوث الغذاء لها علاقة ببعض الفيروسات والمواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة عدد الوفيات السنوي الناتج عن تلوث الغذاء يصل إلى 420 ألفا 40% منهم من الأطفال و340 طفلا دون سن الخامسة يموتون يوميا نتيجة هذه الأمراض ونقص الغذاء فيما يبلغ حجم الأغذية المهدورة حول العالم مليار طن سنويا لن يولي الكثير من فقراء هذا العالم وهم الذين يتجاوز عددهم التسعمائة مليون شخص أي أهمية للمعايير الدولية لسلامة الغذاء فالأولوية بالنسبة إليهم هي الحصول على أي وجبة طعام متوفرة بغض النظر عن نوعيتها أو خلوها من مسببات الأمراض نوسى عسي جينيف الميادين ترجمة نانسي قنقر